عاش هؤلاء النازحون قرابة العام في مخيمات داخل العاصمة الصومالية والمناطق المحيطة بها بعد ان فقدوا مواشيهم ومزارعهم بصوب الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من جنوب الصومال كثيرون من النازحين متحمسون للعودة الى مناطقهم واخرون قلقون ومع ذلك اتخذوا قرار العودة لعل ذلك يمكنهم من استئناف حياة طبيعية والاعتماد على انفسهم من جديد اسرتي كانت تمارس الزراعة وتربية الماشية وكنا ننتظره طول المطر لفترة طويلة انا ساعود الى القرية اذا توفر لي ذلك كنت املك مساحات واسعة من الاراضي الزراعية لكن كلها ذهبت هباء سابدأ بفلاحة الارض وبعد جن المحصول سيشتري قطعانا من البقر والغنم منظمات عربية واخرى من العالم الاسلامي تقوم بنقل الناناتين العائدين بالشاحنات بعد تزويدهم بمؤنة ثلاثة اشهر وبعض العائدين سيحتاجون الى يومين او ثلاثة للوصول الى مضاربهم السابقة في تقديرنا ان الاهتمام بامر العوضة الطوعية ينبغي ان يكون في اولويات المانحين وفي اولويات الدول التي تعمل لمساعدة الصومال حيث ان الحياة في المعسكرات حياة غير كريمة ولا بد ان يفكر الناس في عودة هؤلاء الناس ليعيشوا حياة طبيعية وكانت الامم المتحدة قد اعلنت يوم الجمعة الماضي بانتهاء حالة المجاعة في الصومال لكنها قالت ان الوضع لا يزال على مستوى الطوارئ وان الملايين من الناس لا يزالون بحاجة الى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من المساعدات يستعد سكان هذه المخيمات للرحيل الى مناطقهم الاصلية واستناف حياتهم الطبيعية في مراعيهم وقراؤهم الزراعية يحلمون بان لا يروا حياة التشرد مرة اخرى علي حالني بي بي سي مقاديشو